قبل ما نبدأ تفاصيل حلقتنا خلونا نروح نصبح على زملتنا لمياء حمدين ونعرف منها آخر أخبار المرور في القاهرة لكن قبل أخبار المرور يا لمياء صباح الخير الأول صباح الخير عليك أحمد صباح الخير عليكي جمانا وصباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان خلينا بقى نسألك سؤال حلقتنا النهاردة إيه مواصفات الشخص اللي أنت بتحب يتفضفدي معنا؟ أول حاجة أنا بابعد زي جمانا ما قالت كده عن منطي مستحيل أحكي لها أي حاجة لأي أنا بتقول لمامتها لا أنا بابعد عن مامتي خاصة أوقات يعني أوقات وأوقات بتشيل هامة بالزيادة أو يعني ممكن الموضوع يتحله وأنساه وهي فاكرية ومتأثرة جدا بالموضوع فدي مستحيل أحكي للماما حاجة عشان ما تتعبش إنما الشخص اللي أنا ممكن أفطفض معي حد بيعرف يسمع كويس في تشارك كده في الأفكار اللي بينا يعني مش هبقى بعمل مجهود عشان أشرح له وجهة نظري مريح عنده من التجربة ومن الخبرة اللي يفيدني بيها دي كلها مواصفات أقدر أحكيها لحد وابقى واسقه طبعا فين هو يعني هيبقى أمين على سر لو أنا بحكيله سر هيبقى أمين على الفطفضة اللي أنا بفطفضها معي هطلع بمعلومة كويسة أو هطلع بنتيجة كويسة طبعا كل واحد دي خبرته وتجربته في الحياة لكن على أقل هيفيدني بحاجة صحيح هو ده الشخص اللي أنا بفطفض معي وكده زي الفط كده زي الفط طيب بصبح عليكم مرة تانية وكمان بصبح على مشاهدينا في كل مكان وخلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي لما الناس بدأت تنزل هنبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من كبرى أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك سيولة مرورية مكملة لحد غمرة أما لمكمل اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الزروة الصباحية لو تبعنا شارع صلاح سلم ونفضل ماشيين لحد نفأ الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي ونفضل كمان مكملين لحد كبري الرودة وهناك بعض الكثافات المرورية وابتظر كمان كثافات مرورية للمتجه لمنطقة بين الجبلين وصولاً لـ 15 مايو وده بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات كمان مرورية للمتجه لشارع عباس العقاد ظهرت كمان كثافات مرورية في شارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصار أما الطريق الدائري بتظهر عليه كثافات على أعلى دائري المرجل المتجه من نفأ السلام وفي تجاهه للزراع ومنه للأقالين هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة وفي إغلاق جزئي للطريق الدائري الأوسطي في ضوء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل العرضية لأعلى التقاطعات الآتية المحور المركزي والمحور المركزي الموازي وطريق جمال عبد الناصر وده هيكون لمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار الأربعة وعشرين ساعة دون تعطيل حركة المرور كمان في غلق كولي لطريق امتداد محور 26 يوليو في الاتجاهين القادم من ميدان جهينة اتجاه طريق الواحات وبالتحديد بالمنطقة المواجهة لمدخل نادي 6 أكتوبر وميدان الحصري أما القادم من الدائري تجاه كوبري أكتوبر لصى الطريق مغلق والاتجاه إجباري من خلال النفق حازم حسن لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرق لو رحنا للشارع الهرم بيشهد كثافات مرورية وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات وظهرت كثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية كمان فيه كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وبرضو مكمل لحد شارع العشرين كمان ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة أما المحور أو محور صفت اللبن فيه كثافات بتزيد طبعا في اتجاهنا لجامعة القاهرة لما هنروح لمحافظة الأليوبية القادم من الزراع بتظهر عليه كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي بسبب أحمال السيارات في اتجاه القادم من الأقاليم وصولا للقاهرة وحتى الطريق الدائري اللي أصبحت قليلة بشكل كبير بعد انتهاء توسعة الطريق وكمان بيشهد الاتجاه إلى آخر كثافات متقطعة وصلت طبعا متابعة بصفة دورية لحركة سيار السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات لكن القادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرج هيلاقي هناك سيولة مرورية مع عدى بعض الكثافات البسيطة لكنها مش بتأثر بشكل كبير على الحركة المرورية أما في منطقة الدلتا لو متجه لمنطقة الدلتا طبعا هتستخدم طريق شبرى بنها الحر علشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع ويفضل يمشي على محور الفريق العصار مرورا بشارع الجديد في شبرى الخيمة هنكمل جولتنا مرورية ونروح لحد بفور سعيد وبالتحديد شارع أوجينة هنلاقي هناك سيولة مرورية ولو كم منه هنروح لشارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية إنما بسيطة هتبدأ تقلل حد ما نوصل لشارع 23 يوليو وهنروح على طريق طرح البحر اللي هو كمان بيشهد سيولة مرورية من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع كده خلصت جولتنا المرورية وخلوا بالكم إن هيكون فيه شابورة مائية بتظهر بالليل متأخر وبتكمل معنا لحد الصبح بدري نراعي التعليمات المرورية عشان توصلوا أشغالك وأبو يوتك بألف سلامة نرجع مرة تانية لأحمد وجمانا نكمل معهم باقي فقراتنا شكرا لك شكرا جزيلا